موسيقى 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 عارفة يعني الشرطات يعني والهدايا والدوكوباج والحاجات الخشب وحاجة حية بقى يعني ايه بقى وطبعا يعني اشتغلت يعني يعني بنجف الحاجات يعني يعني التشتاي والحاجات دي كنت بدأ الأوج بيه؟ لا كنت يعني أنا اللي بعمل وبعد كده بيه طبعا يعني حاجات كتير يعني أنا اللي بايه؟ اللي قلت إن أنا قابل تجي الخمادين يعني بننزل بقى يعني فى الخماد بننزل يعني يعني فى السيدة في الجمالية يعني فى يعني فى الحوالي بقى فى الحجات بتاعة الساب ونحاس وحاجات فى الحاجات الساب بنعملها فى الجمالية تمام؟ اه لا 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 يعني بحاجة بقى يعني بنعمل ايه؟ يعني بجيب اللوحة الخشب تمام؟ وبيتقص يعني على حسب بقى التصميم التصميم ده بيبقى يعني على الكمبيوتر وبيتبقى بيبقى يعني شبه الفرخ اه يعني بقى التصميم يعني هنا اللي بلزق وكما هنا اللي باج بالسلاة تمام؟ المعافلة المعينة اه اه يعني ويعني اغلب الحاجات على يعني الحاجات التركي ازادت هي اللي مش موجودة اصلا ولو حتى يعني هنا يعني بقى بسمعتاشر الف جنيه مثلا وكان في حاليات كده غريبة يعني مقام فضيع الحاجات الحشب دي برضو اه يعني بجيب الحشب وانا يعني ايه يعني اللي بيستنفر وبيتقص وبيتحط عليه كل قطع مثلا بتاخد منك وقت ايه اللي فيها معدن اللي فيها معدن يعني ايه يعني اغلبية الشغل اكتاحة بيبقى يعني في برش هنالك يعني اللي بجمع الشط هو اما اللي بيه ايه اللي بيه حمود تمام؟ وبعد كده بيعلمها اللي بلوي ان هو ايه يعني و بنخمص الجنية بتبقى يعني خلاص فاشة القطعة مثلا يعني القطعة مثلا يعني 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 فسبوع مثلا الحل عشان ايه يعني يعني ما كل الحاج دي يعني بيخلص وأنا ايه يعني يعني عنا بدأ اشتغل فيه 4 سنين عملت مثلا كم قده اه التشركات يعني عملت شوية وبعد كده ايه يعني خلاص وبدأت بعد كده يعني يعني في الهدايا يعني شوية برضو. وبعد كده برضو قلت لأ خلاص يعني فائق. الحاجات دي هي يعني يعني اللي حلوة اكتر. وهي مش موجودة كمان. يعني كل اللي موجود اللي منها يئمه صيني يئمه يعني التركي. لكن الحاجة هنا لأ يعني ولا اي حاجة يعني من هنا خالص يعني شبه الشوك ده. يعني بطلين وفي دي المحافظات يعني في يعني يعني في كذا حال يعني بياخد الشغل ويعني هو اللي بيسوق يعني هكذا عم ضفه. انا محمود خاطر. انا جوز رانا. اه مبسوطة اللي هي بتعمله جديد. وانا شايف ان كل اللي بتعمله ده دي علاقة بالفن وليه علاقة بروحها هي هي بشكلها كده. هي رانا كده. يعني رانا من غير الحاجات دي ومش مبتاحة. هي لو كل يوم ما عملتش حاجة جديدة. ومصبطتش بكل غيرهم في حياتنا وكل حاجة بالالوان اللي بتعمله. مش يقعف نعيش. هي دكان الوان اصلا. مش اسم المكان. لا هي اللي دكان الوان. فلازم اقف جنبها طبعا. ولازم ان احنا كلنا نجاحها ده بحس ان هو ده جزء من نجاحها نحن ده. في عاشتنا احنا. لا انا مقصود بيها جدا. فخور بيها حي. اه متو بيت افتر مثلا بشكل بيت افتر. لا اطلقها بشكل بيت افتر. ما بتأثرش هي بشغل حاجة. مين قال كده. طيب انت بتفكرت سعيدها ازاي. انا اي حاجة هي بتعوزها او بتعوقها بشغلها طبعا انا بشكل اخر. وبحاول سعيدها جدا بكل الطرق الممكنة اللي انا ممكن سعيدها بيها. بوقت المجهود النزول للناس. اه لو عازت اي خامة نقصة بحاول ان انا اجيبها لها على طول. كل الحاجات ده انا بسعيدها. بس هي الفكرة نفسها عندها. يعني اي مساعدة مني بتوى مساعدة ادارية بس. انما هي الفكرة ذات نفسها في الموضوع عندها بتاعتها. فانما فكرة انها بتؤثر او الكلام ده لا انا مفيش. هي نموذج لزوجة النجحة. حقيقة. اللي قادرة توفق بين شغلها وبين بيتها وبين جوزها وبين راعتها وبين تها وبين فنها. هو الموضوع ده انا مش بعتبره شغلة ليها اكتر ما هو فن. هي فعلها لفنان. فعشان كده انا واقف معاها بكل رجولة الصراع. هو لازم تكبره. هو دي الستيب اللي جاي. هي لو ما عملتش كده انا هعبع مش كده. لان لازم هي شايف ان المنتج بتاعها احسن من المنتجات كتير قوي متاحة دلوقتي. لان انا بشجع دايما اي حد يبص على المشروع البلد بتقدم. فاي حد يبص على المشروع بتاع المزايا لا اهم الصغير. انت لازم تكبر عشان لازم البلد كلها بتتقدم انت لازم تلحق ده. كل واحد لو ساهم بالجزء اللي بيفهم فيه في البلد اكيد هيبقى وضعينا احسن. المنتجات دي بتتعرض برا. فاكتر من بلد واحنا في بلدنا هنا بنستفده. فممسوط ان احنا في نصر بينا بنعمل ده.